انتصار جديد للقوات المسلحة على ضفاف الساحل الغربي لكنه الانتصار الأكثر حسما وتأثيرا في عملية الرمح الذهبي التي ترس حاليا على المنطقة الخضراء وجبل النار على مقربة من القوات المسلحة تلوح المخى كهدف مباشر في ساعات قادمة قد تحمل معها الكثير من المفاجآت يدرك الانقلابيون ما الذي يعنيه لهم ميناء المخى المنفذ البحري المفتوح على مساحة مائية طالما عبرتها زوارق الأسلحة المهربة والممنوعات والمخدرات وطالما أمدهم هذا الشريان السخي بعوامل القوة والبقاء وعوائد مالية ضخمة في سلسلة التهديدات التي طالت الملاحة الدولية مثل وجود المخى في الدائرة الجغرافية للانقلابيين الحلقة الأهم والمنطلق الفعلي لهذه التهديدات وبالإضافة إلى ما يعنيه تحرير ميناء المخى من قبضة الانقلابيين في تأمين الممرات الدولية والملاحة العالمية وتأمين السواحل الغربية على البحر الأحمر فإن تحرير المخى سيمثل مفتاحا رئيسيا في تحرير محافظة تعز بكاملها بأقل مؤونة وأيسر جهد كما سيمثل عودة الميناء التاريخي العريق إلى دولته الأم ممثلة بالحكومة الشرعية فرصة لدى الحكومة في إعادة تأهيل الميناء وتشغيله بما يدر على خزينة الدولة الملايين من الدولارات والأهم من هذا كله هو إعادة الاعتبار لميناء ظل يصدر البخور والبن اليمني إلى كل العالم قبل أن يحيله الانقلابيون إلى مرفأ للموت القادم من وراء البحار والأسلحة المهربة والمخدرات التي فتكت باقتصاد البلد وحياة اليمنيين